الحيوانات في حديقة الحيوان الكتابية في القدس باتت تعاني الوحدة بسبب غياب الزائرين والتفاعل معهم الحديقة كانت قد أغلقت أبوابها أمام الزائرين منذ دخول إجراءات العزل العام في إسرائيل حيز التنفيذ قبل نحو شهر ويقول حراس الحديقة إن الحيوانات تفتقد التحديق في الزائرين من خلف السياج وهو ما كان يمثل مصدرا للطرفيه وتقولون لأفني ماجن كبيرة الأطباء البيطريين في الحديقة إن الحيوانات تجلس في أعلى وتلهو مع بعضها البعض وتابعت أن الحديقة تحاول الترويح عن الحيوانات لكنها تفتقد الزوارة في الواجهة الأمامية الكبيرة وتحتوي الحديقة المترامية الأطراف على مجموعة متنوعة من الحيوانات لكنها تولي عناية خاصة بالأنواع المذكورة في الطورة ومع عدم وجود زوار حولها تكتفي الحيوانات بالتفاعل مع الحراس الذين ينهمكون في إطعام حيوانات الكنغر والحمير الوحشية والفيلة ورعايتها وقالت أفني عن التفاعل اليومي مع الزوار إن الحيوانات تفتقد ذلك حقاً فهي تجلس وتنتظر أن تفتح الحديقة مرة أخرى لكن الأسودة تمثل استثناء إذ باتت تقترب من حراسها والمناطق الأمامية لمجمعها في ظل غياب الزائرين